ألغت وزارة المالية عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وثماني سنوات بقيمة إجمالية تقدر بثلاثة مليارات ونصف المليار جنيه جاء ذلك بعد قيام البنوك والمستثمرين بالمطالبة بأسعار فائدة مرتفعة وقال مساعد وزير المالية لأسواق المال خالد عبد الرحمن أن الوزارة ستوافق على أسعار الفائدة المناسبة وتستهدف مصر أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة العام الحالي نحو 14.7% مقارنة مع 18.5% خلال العام الماضي وبلغ حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية 23 مليار دولار بنهاية مارس الماضي